بالله وبركاته متعذيون الواجهين العزاء كيف حالكم ان شاء الله تكون خليم اه طبعا اول مرة ازهر اه اكيد الوجه الوجه معاكم اه اتشرف تيكم طبعا اه واتمنى لو في اي شيء وفي الصورة شيء غلط وما كده فهازرونا اه حبيت بس كده اسجل لكم كده فيديو السريع فيما اني دالس انا منتظر واحد اخويه بيخلص شغل هنا قد خلينا اديكم كده بعض النصائح فيها العناية بمظهر السيارة الخارجي اه وبعد التبس والتريكس يعني النصائح الخفيفة اه ان شاء الله انها تنال اجابكم ان شاء الله يعني اه تستفيدوا منها طبعا زي ما كلنا عارفين وما يخفي علينا انه اه مثلا الواحد داليوم لما يكون معزوم اه مناسبة زواج اه عزوم عادية المهم اي مناسبة بيهتمي مظهره الشخصي وحتى بيحرص انه ما يروح بملابسه اللي اللابسه في اليوم يروح البيت يغير يتقوش استحمى يغير يلبس لبس جديد يتعطر ويروح هذا شي طبيعي وشي بديه وكلنا عارفين نفس الشي السيارة انت لما انت تشخ تقشخ وتلبس وتتزين وتلبس النظيف الجديد وتروح للمناسبة هادي اول العزومة وجاع يوم بسيارة مثلا بها دلوس خارج انت كده خربت الكشخة الداخلية كل الكشخة اللي انت كاشغة داخلية خطبت صراحة يعني اديتها بدلا ما يديك عشرة على عشرة بيديك خمسة من عشرة ليش? لانه خلاص اول انطباع هو اخذ منك ما يشي السيارة ها ليش السيارة اللي جاي فيها هذا قبل ما يشوفه خربت اشان كده حبيت يعني انصح انه الواحد لازم يحتم بالمظهر الخارجي للأسف لاننا الثقافة هادي في اللي نائب السيارة هو اللي نائب المظهر الخارجي للسيارة شوي ضعيفة فالواحد لازم يحتم بالمظهر الخارجي مهم جدا للسيارة اول شي ده بتحافظه لبقية سيارتك فان انه ماتن عادي مع الاكسادة ومع الاملاح ومع الاوساخ المتراكم عليه وفي الناس الوقت بتحافظ انت على شكلك وشاكتك ومظهرك الخارجي بيكملك السيارة بيكمل مصخرك الكامل انت جاي متكشخ ولابس مضطر جاي بسيارة مظيفة ولامعة وتبرق يقول ايه اشوف ها شوف السيارة هذه يا شاء الله واشاء الله يعني كل ما نشوفه وما شاء الله وكي ما شاء الله وهذا فلان فعرص يعني اعرف اما انت جاي متكشخ وجاي ومتعبان من جوة لابس ومتكشخ مدرس جاي بسيارة مهدوبة خربت على الكشخة كلها خربت على نفسك الكشخة اعرفت خلت الناس يأخذوا انك يعني انطباع سيء فالاهتمام بالسيارة مفروض تكون يعني على الاقل كل ستة شهور كل سنة لازم تتلمع تلمع كامل خارجي هذا غير الغسيط طبعا بشكل دوري انا انصح يوضوا شهر كامل ما يغسل السيارة ما انت كافر سراعتا اول قصير كل اسبوع انت بتعتنب السيارة بتشير الوساخ من البودي بحاجة يمنه الى الوساخ هذه ما تتجمع للبودي وتتراكم وتقع الفترة طويلة وحيانا بيكون فيها مثلا الله يكرمكم اللي هو مخلفات للطيور هذه كلها بتأثرة للبوية وانت ما تخليها في كل ما تخليها فترة طويلة هي كل ما تأثرة للبوية وتأثرة على المصحة للسيارة وشكل للسيارة فعاد الشي بالاخير يتلف بوية سيارتك وتضطر انك ترش وتدخل في قصائل تانية فخير يقول لك الوقاية خير مالاك والاهتمام بالسيارة طبعا يطول عمرا للبوية وعمرا للدماء وادا شي طبعا معروف وعندي فيديوهات كثيرة في الغنة طبعا متكلم عن الطرق والاشياء اهلا هذه هي حبيت نصائح البسيطة هذه وانتم عارفين طبعا قبل اه قبل ما حتى نغاية قلتها بس انه حبيت كده الفت النظر عنها وان شاء الله انه اكون يعني في التقوم واشوفكم ان شاء الله في المقطع الثاني واذا اعجبكم المقطع ما تنسوا قدرة تنشره لللي تحسوا انه بيستفيد منه عشان يعمل فائدة الله يعطيكم الرافية اشوفكم المقطع الثاني